ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنها أسقطت ليلاً إحدى عشرة طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرب بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين كانت تحلقان باتجاه العاصمة موسكو وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إصابة طائرتين مسيرتين بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة بالقرب من مدينة سيفاس توبول كما تم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها وأشارت الوزارة الروسية إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المانية